الإسلامية أخيراً 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 فحكمه إلى الله ليست الصومال إنها سورية من جديد الغوط الشرقية المحاصرة يأبى ساكنوها الذل والاستسلام فبعد نفاذ الوقود منها لجأ أهلها إلى وسائل بداية للحصول على الماء وهل هناك حياة بلا ماء؟ نحن هنا منحفر به أنا وأخواتي وأولاد عمي نحن شتمانة وصرنا خمس تيار منحفر لأننا نضعت الكاربة معنا وما أصفي عندنا ماء وفي عندنا الأطفال بلو بدون نشربوا بلخسلوا بلتحموا وصرنا خمس تيار منحفر وصار غماءته كاربا طاحر متر وإن شاء الله نتمنى أن نطلع الماء بعزم أكيد وعناد لا يقهر تستمر عجلة الحياة بتحدية من يحاول حتى حبس الهواء عنها يقوم أهل المنطقة برسم بسمة الأمل على وجوه الأطفال الأطفال الذين حرموا اللعبة حتى بالماء هلأ عم نحفر لحنا فيه أول أربع خمس سنتات عذبنا بطيف بس هلأ الحمد لله رتحنا شوي لأن الأرض صارت طريقة وبإذن الله قربنا على الماء لحنا عم نحفر بير مثلا كمان هلأولاد يشربوا ماء يخصوا الشون ما عضل عنا ماء بالمرة يعني محاصرين الغوطة من كل الجهات ما مخليه نفوت علينا بالمرة شي لا كهربا ولا ماء لا خمس ما عنا شي بعد طرينا إنه نحفر بليت نحفر بيه وعم متعزلتكم بعد عيناء طويل بحفر هذا البئر أصبحت المياه قريبة على الخروج لتستخدمها هذه العائلة هي وأطفالها في ظل الحصار الخانق على الغوطة الشرقية محمد العطل